يعطيكم العافية طلاب الصف السادس اليوم راح نبلش بالوحدة الجديدة وحدة جسم الإنسان وصحته راح نبلش ان شاء الله في الفصل الأول مجموعة الغذاء الرئيسية وعندي أول نوع من مجموعات الغذاء الرئيسية اللي هو المجموعة اللي بتزود الإنسان بالطاقة وهن الكاربوهيدرات والدهون الكاربوهيدرات والدهون مهمات جدا لجسم الإنسان ويجب الإنسان تناولهم باستمرار عشان يغذي جسمه بالطاقة تشير أحد الدراسات إلى أن نحو 25% من طلب المدارس مصابون بالسمنة المفرطة شو يعني سمنة المفرطة؟ يعني النصاحة الزائدة الإنسان بيكون ناصح زيادة عن اللزوم في هذا العمر التي تزيد شو مضار السمنة الزائدة؟ أول إشي نسبة الإصابة بالسكر عالية جدا اثنين وتؤدي إلى الإصابة بأمراض الفشل الكلوي وأمراض العيون من هذه أحد مضار السمنة الزائدة الكاربوهيدرات بلاحظ عندي في الشكل أمامكم ثلاث إلى واحد في عندي مجموعة من الأغذية اللي بتزود الإنسان بالكاربوهيدرات في عندي بطاطا في عندي معاكرونا في عندي خبز في عندي رز هذول جميع وكعك أيضا هذول جميعهم بتمدل الجسم الإنسان بالطاقة وتعمل على نموه بشكل إيش؟ صحيح تعدي الكاربوهيدرات مصدر أساسي للطاقة وهي أحد مصادر الطاقة مثل الدهون يعني من أهم المصادر بتزود الجسم الإنسان الكاربوهيدرات والدهون بتزود جسم الإنسان بالطاقة للقيام بالنشاطات والواجبات اليومية نحتاج إلى تناوى العديد من الكاربوهيدرات ونحصل على الكاربوهيدرات حكينا من البطاطا والماكرونة والأرز والخبز هل الكاربوهيدرات مصدر الوحيد للطاقة؟ حكينا لا لأنه في عندي الدهون حيث تعد الدهون مصدر أيضا للطاقة الضروري للجسم ويمكن الحصول عليها في الأغذية المختلفة سمك، جاج، لحمة زبدة، زيت جميعهم بحصل منهم على الدهون فحكينا أن الدهون مصدر آخر من مصادر الطاقة الضروري للجسم الإنسان يمكن الحصول عليها من مواد والأغذية المختلفة مثل الحليب، زبدة، لحوم، زيوت، وبيض، وفزدو فحسا لو أجد سألتك سؤال يمكن الحصول على الكاربوهيدرات من الأرز صح أم خطأ؟ خطأ أنا بحصل على الأرز والخبز من اللي بحصل عليهم بحصل منهم على كاربوهيدرات بينما بحصل على الدهون من البيض، الزبدة، واللحوم فبدأك تكون مركز وانت بتحل لأنه رح أسألك على هاي الأشياء أنه يزودنا السمك بالكاربوهيدرات غلط، بايش بيزودنا بالدهون؟ يحصل الجسم الإنسان على الطاقة من هضم الدهون الموجودة من الطعام يعني أنا بعدما أتناول الغذاء الجسم الإنسان بيقوم بهضم هذا الطعام واستخلاص الدهون المخزنة من الأكل وتخزينه في الجسم ويجب على الإنسان أنه يتناول هذه الأطعمة باعتدال ليش؟ عشان ما تسبب له سمنة زائدة وعدم تسبب حكينا السمنة زائدة بتسبب لي العديد من المشكلات الصحية طور معرفتي تزداد حاجتنا إلى تناول أطعم الغنية بالكاربوهيدرات والدهون في فصل الشتاء ليش؟ لأنه في فصل الشتاء بتكون درجة حرارة الإنسان باردة أو درجة جسم الإنسان باردة فبحتاج أنا التناول الأغذية والأطعمة لرفع درجة حرارة الجسم عن طريق زيادة الطاقة الموجودة في الجسم فأنا برفع من حرارته وبالتالي لما ترفع حرارته في البرد بتظلك دافي أقوم تعلمي وأتعمل فيه صنف المواد الغذائية الآتية زيت ماكرونة بطاطا الأرز الزبد الخبز البيض رقائق البطاطا الشبس إلى مواد غنية بالكاربوهيدرات قلنا من المواد الغنية بالكاربوهيدرات البطاطا والأرز والماكرونة والخبز في عندي إذا بتلاحظوا هون في عندي إشي اسمه رقائق البطاطا الشبس هسا رقائق البطاطا الشبس موضوعة في زيت في زيت عشان تصير شبس يعني قالوها قالي بما أنه وضعت في زيت في معناته رح تزودني بإيش بالدهون فالمواد الغنية بالدهون رقائق البطاطا الشبس أو ممكن تحكي البطاطا المقلية بشكل عام بتزودني بالدهون أيضا في عندي الزبد وعندي الزيت والبيض جميعهم بيزودني بالدهون أي الشاب بتلاحظوا عندكم صورتين واحد بيشتغل في المزرعة أو واحد بيشتغل على اللابتوب أي الشابين في الشكل اللي أمامكم يحتاج إلى أغذة تزوده بطاقة أكبر أكيد كل ما بذلت أنا مجهود أكبر بحتاج إلى الطاقة أكبر مين ببذل مجهود أكبر اللي فلاح ولا اللي قاعد على اللابتوب لا بلاحظ أن الفلاح بيحتاج إلى بذل شغل أكبر لذلك يحتاج إلى أغذية تزوده بالطاقة بشكل أكبر فالجواب العلاقة طردية كل ما زاد حاجة الشخص للغذاء كل ما زاد الإنسان يعني شغله بتزيد حاجته إلى الغذاء ما العلاقة بين الجد الذي يبذل الإنسان وحاجته إلى الأغذية التي يزوده حكينا علاقة طردية كل ما زاد الشغل الإنسان وجهده بزيد حاجته للأطعمة لو لم يتناول فلاح غذاء وفي الصلاح ماذا تتوقع أن يحدث له لن يستطيع أكمال الأعمال الموكلة إليه لأنه بذل شغل كبير فمحتاج إلى طعام إذا ما تناول الغذاء معناته جسمه رح يتعب وزاد إنه طاقته رح تقل فلن يستطيع إنجاز الأعمال الموكلة إليه يعطيك العافية هيك خلصنا درسنا مجموعات الطاقة وإن شاء الله الحصة الجاية رح نبلش بمجموعات البناء ويعطيك العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر